السلام عليكم وحياكم الله هذه عقبة نخلين في مركز صبح بل أحمر في منطقة عسير تبدأ من السرافة في مركز صبح من طريق أبهى الطائف إلى الطريق الممتد من عقبة شعار حايل عسير في قرية تية وكل الطرق التي تربط بينها سريعة ومزدواجة يبلغ طول العقبة حوالي 14 كم تقريبا وقد سميت بهذا الاسم نسبة للوادي الذي تمر به العقبة وهو وادي نخلين تخدم عقبة نخلين بوضعها الحالي مدينة أبهى ومحافظة خميس مشير وكثير من المراكز والقرى التابعة المركزي بل أحمر وبل أسبر بالإضافة لسكان محافظة محايل عسير وبحسب ما ذكر أن بدايات هذه العقبة كان قبل حوالي 14 سنة حيث فتحت بجهود الأهالي مثلها مثل كثير من الطرق المماثلة التي تربط سرابة هامة حيث تحبب مبادرات من الأهالي لحاجتهم ثم تتبناها وزارة النقل عندما تثبت هذه الطرق جدواها مجلس منطقة عسير في عام 1439 أعطى عقبة نخلين في حينها الأولوية في قائمة مشاريع المنطقة وتحويلها من طريق فرعي إلى طريق رئيسي لتكون مساندة لعقبة شعار التي تمثل شريان المنطقة التجاري الرابط بين الساحل الغربي ومنطقة عسير والآن ومنذ سنوات تقوم وزارة النقل على توسعة عقبة نخلين بالمعدات الثقيلة وتمهيدها ولازال العمل جاري وسط رقم ومطالب للأهالي في السراء وفي اتهامه بأن تسارع وزارة النقل في إنجاز هذه العقبة بمقاييس ومعايير عالمية ويرون إن هذه العقبة طريق حيوي وخدمي وستسهم عند اكتمالها إلى تسهيل التواصل بين المناطق السروية والمناطق الساحلية وتخدم بشكل مباشر عقبة شعار التي تعاني من الازدحام الشديد نتيجة صعود ونزول الشاحنات والمعدات الثقيلة معها مما تسبب في كثير من الحواس المرورية المعلمة وهذه العقبة تعتبر أقرب طريق العقبة شعار وثقع إلى الشمال الغربي منها وعندما صدر القرار إغلاق عقبة شعار لعامل صيانة لها العام الماضي تردد كثير من الأقويل أن العقبة البديلة هي عقبة نسلين لقربها وسهولتها ولكن لم يتم ذلك لأنها لم تكن فيما يبدو جاهزة وحينها حددت وزارة النقل الطرق البديلة للمركبات الصغيرة بعقبة طلع وعقبة الجاعدة وعقبة التوحيد وعقبة الصماء وعقبة برمة ولكن يبدو أن هذا الخيار قائم مستقبل لأنها الطريق الأقرب والأنسب حسب ما يراه الكثير ختاباً نتمنى أن نرى قريباً اكتبال مشروع عقبة نسلين بأعلى المواصفات لتكون إضافة كبيرة لشبكة المواصلات في المنطقة شكراً للمشاهدة